السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا جاء لكم النهاردة بفكرة جديدة معي معجون سنان زي ما انتم شايفين كده اي معجون سنان عندك ومعي فورشت سنان برضو قديمة خالص مش بستخدمها خير في تنظيف اي حاجة كده عندي لو انا عايزة زي ما هنضف كده دلوقتي هوريكم هنعمل ايه معي الخواتم الدهب بتوعي والختم الفضة هنضفهم النهاردة بمعجون سنان هنخليهم يلمعوا زي الاول واحسن كمان بس معلش بقى استحملوني في الفيديو لان ابني كان عمالي يرخم علي وعيز ياخد الخواتم مني زي ما انتم شايفين كده فستحملوني بقى معلش زي ما انتم شايفين كده بناخد حتة صغيرة من معجون السنان تمام وتحطيها على الفرشة القديمة اللي عندك اي فرشة قديمة عندك وبعد كده هتتدي ان انت تلمع الدهب بتاعك بالشكل ده كده زي ما انا ما بعمل من بره ومن جوه من كل حتة في الخاتم خالص انتم عارفين طبعا ان الدهب والفضة بيجعلهم وقت كده وبي لونهم بيتفي ويتوستخوا كده من جوه يعني من جوه الخاتم نفسه بتلاقيه في تراب كده فاحنا كل ده هنشيله النهاردة بمعجون السنان الختمك ودهب كله هيرجع جديد زي ما كان عندك بقى خواتم الدبلة بتاعت جوزك الفضة عندك سلسلة دهب بتاعتك سلسلة الفضة بتاعتك اي حاجة انا عشان مش بحب يعني مش من هوات اللي انا لبس السلسل فقالعيها على طول فانا عشان قررت ان انا انضف الخواتم بتوعي فانا قلت اوريكم الوصفة دي واجربها معاكم تمام انت بقى اي حاجة عندك تانية عايزة تنضفيها بنفس الطريقة دي هتحطسي كده حتة من المعجون السنان صغيرة وقت تبتزي ان انت تدعكيها كده بفرشة السنان على الحاجة اللي انزي عايزة تنضفيها تمام مش هياخد مني كوقت خالص الموضوع سهل جدا مخدش مني وقت خالص بصراحة يعني كان حوالي خمس دهيئ كنت خلصت كل حاجة ثلاث خواتم دول تمام وكل خاتم بحطله حتة صغيرة وبرجع ايه اه اعمله بالفرشة تاني يعني انضفه بالفرشة ومن بره ومن جوه كده بينضف اه طبعا انتوا عارفين ان الخواتم بيقى فيها فسوس ده بتبقى متعبة جدا مرة واحدة كده بعد فترة تلاقي الفسوس بتاعتك طفت اه ما بقتش بتلمع زي الاول او بتقفي في المطبخ مثلا كتير فالبرضو الفسوس بتلاقيها لونها طفة من الميا ولون الدهب نفسه غير كده لونه بقى ماطفي اه بقى فيه تراب كده من جوه من جوه الخاتم يعني يعني يلاقي كده الخاتم وبصي من جوه هتلاقي فيه تراب كل ده هيتشال خالص بالطريقة داية اللي انا بقول لكم عليها ولو مفيش معجون سنان بس انا يعني انا قلت معجون السنان هو اللي هيبقى سهل و اه وعند كل الناس يعني في البيت لكن انت لو مش متوح عندك دلوقتي معجون السنان لو عندك البيكاربونوتو او اه و هتبتدي برضو ان انت تدعاك كده زي ما انا ما بعمل كده بالفرشة يعني تحط البيكاربونوتو دي على الفرشة شوية كده على الفرشة و برضو تنظفك بنفس الطريقة اللي انا بعمل بها دي وتغذية عادي جدا تحت الحنفية هتروح يغسل الحاجة بتاعتك دي ويرجع بقى بيلمع زي ما كان انا منشى معاكم خطوة بخطوة هو هوريكم النتيجة في الاخر عاملة ازاي ولحد ما نخلص الفيديو يا ريتت اتمنى منكم لو الفيديو عجبتكم اللي عجبك والفكرة عجبتكم تعملولي لايك للفيديو وشير لكل اصحابكم عشان تشاركوهم الفكرة دي وتنزلوا وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بعملوا في القناة وان شاء الله في افكار تانية في دماغي هعملها لكم هنروح بقي نخسل الفيديوهات الجايات يشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكو اي اشعار باي فيديو جديد انا هعمله لكم هنروح بقي نخسل الخواتم بتيعتنا كدا زي ما انتوا شايفين اهي قدمكم راجعت جديدة للنج والله العظيم بصوا تحفى بتلمعها هذن النتيجة قدامكم بجد النتيجة مبهرة وكمان من برا ومن جوا بصوا ندف ازاي كان في تراب كدا جوه كله تشيل جربوها هتعجبكم ان شاء الله ما تنسوش ان انتو تدقولي على الفكرة الحلوة دي ما فيش اسهل منها وحاجة بسيطة في البيت هتنظفي الدهب بتاعك بصوا الخاتم من جوه نظيف جدا اكني لسه شريا والله يا عصيم كان فيه تراب من جوه كده في الخاتم طبعا من الوقفة المطبخ وكده بيعمل الميا بتعمل تراب بس جاي ما انتو شايفين كده النتجة النهائية بتاعتنا مبهرة بجد وحلوة جدا ورجعوا جدا زي ما كانه اتمنى ان انتو تجربوا الوصفة ديت وتكتبوا لي في التعليقات وتعملولي لايك للفيديو اه وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوا قناتي والسلام عليكم برحمة الله وبركاته وشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله